المنطقة العربية وعلاقات مصر مع الدول العربية وفي 2016 يعني فيه تجاذبات ما بين تقارب شديد وتنسيق لبوادر أزمة أو توطر وده عنوان العلاقة مع المملكة العربية السعودية يعني نتمنى بالفعل ما فيش حد ما فيش واحد مصري يتمنى للعلاقات المصرية الشعودية إلا أن تستاهق وتنى وما فيش واحد مصري على وجه الإطلاق يغرب في أن تسوق هذه العلاقات ولا بد أن الإخوة السعودين يفهموا هذه الحقيقة ومصر لم ترتكب إدد على وجه الإطلاق مصر قالت أنه الجزيرتين سعوديتين وواحد قالت الكلام ده في المحكمة وأتقوله في البرلمان لكن أنت من تصمرت على الجزيرتين وأودعتهم عند مصر سبعين عاما ما هي وجه العجلة يعني في أن تنتظر إلى أن تعد نفسها لأن تعد مصر نفسها وهذه المسائل المسائل الخطيرة لا تؤخذ غلابا ولا غصبا لا بد يبقى فيه توافق علشان في النهاية يبقى الشعب المصري غادي هناك تيار في مصر بيعترض وأي محكمة وغيح في قضية في مصر قانوني وفي مصر سياسي في مصر سياسي في مصر البرلمان لا بد أن نحترم هذه المصرات ولا بد أيضا أنك تأخذ مصر لهوينة عندما أنت متصور أن المسألة أنك أنت ما الجزيرتين مع مصر بأهلهم سبعين سان إيه المشكلة يعني في أنك أنت تهدأ بالا وقد أعلنت مصر بكل الوضوح أن الجزيرتين سعوديتين وأن الوسائق سعودية شخص مكرم هم الجزيرتين بس السبب ولا سوريا ومجلس الأمن واليمن سوريا الخلاف المصري السعودي حوالين سوريا خلاف قديم ولا مصر تاجرت به ولا مصر راح تشحارت بالموقف السعودي ومنقفنا كان بسيط وصبت أنه صحيح أن سقوط الدولة السورية كان سوف يؤدي إلى انهيارات ضغمة ومصر على وجه الإطلاق لم تظاهر بشار الأسد ولا امتقف مع بشار الأسد مصر قفت مع الاثنين استمرار الدولة السورية وبقاءها وإنقاذ الشعب السوري من الوضع الكاريشة الذي أحل فيه مدن بأكملها هدمت أكثر من 400 ألف قتيل تلت الشعب السوري خارج من الذي يتحمل مسؤولية تاريخية لهذا الوضع وبالتالي أنا أعتقد وأؤمن بأن موقف مصر من الوضع السوري يعني كان موقفا صحيحا ومصر ما تجريتش بالموقف ولا قالت والله ده أنا مختلفة من السعودية في أي موقع وبالتالي أنت مختلف مع اليمن أنت ألا نسيت تجريبة مصر مع اليمن ومصر دخلت الخرب وكان لها ما يقوم من 70 ألف عسكري موجودين في اليمن ومصر نكست 67 بسبب وجود قواتها في اليمن والمواجهة كانت مصرية سعودية وخلصنا أن في رجلين كبيرين فيصل وعبد الناصر اصطلحوا على أن هذه الخرب مفسدة للجانبين وقابلوا التصالح ووصلوا إلى فرمولة صحيحة تبقى الجمهورية وتنسح بالقوات النصرية والسعودية احترمت هذا الوضع والنهاردة بالفعل اليمن أصبح يعني فيه وضع جديد مقبول والسعودية قالت أنها بتقبل الوضع الجمهوري النهاردة لما تطلب من القوات النصرية أن تذهب إلى اليمن لتشاركك هل أنت قلت المصريين الأول أنت لم تقل المصريين أولا أنت لم تستشغهم المصريين في وجوءه بأنهم موجودين ضمن التحالف وحسناً ما زي بعضه بس ما تتهميش بقى بأننا تخليت عن انتزامي في الأمن القومي لأننا وأنا بعدت ألا بعدت تلت قطع بحرية وبعدت الأسطول والأسطول قام بمهمة مهمة شديدة جداً في باب المندب وقام بمهمة حراسة البحر الأحمر وبعدت أعتقد أيضاً كمان طائرات لكن يعني أنا لم أتخلى مصر لم تتخلى على وجه الإطلاق عن السعودية لكن في النهاية في رأي عام مصري طيب سيد مكرم لو جاز التعبير المكايدة السياسية ما بين البلدين دلوقتي يعني اللي حصل والوافد السعودي اللي راح زار سد النهضة وقف إمدادة البترول لما تسأل وزير خارجيتنا عن علاقتنا مع المملكة لا يزال حريص على الحفاظ على الحلاقات السعودية وهو إيه المطلوب؟ المطلوب أن ننجس معاً ونناقش هذه الموضوعات بصراحة وحرية ونصل إلى توافق ده كل ما تطلبه وما أنت تعاقب مصر وتمنع عنها وتمتنع عن تنفيذ اتفاقات وقعها الملك سليمان في مصر دون أي أسباب بشكل مفاجئ طب ليه؟ طب ليه؟ طب ليه يعني ما الذي؟ طب ليه دي خلينا أقول من الخاسر الأكبر من توتر العلاقات؟ أو أعكس السؤال لمصلحة مين؟ العلاقات المتوترة في الوقت الحال أعتقد أنه ليس في مصطحة السعودية وليس في مصطحة مصر وليس في مصطحة التضامن العربي وليس في مصطحة المستقبل العربي لأنه طالما الإيقاع المصري والسعودي متوافق العالم العربي كله بيتوافق مع بعضه وبيبقى الخطو منتظم نتأخر في الحتة دي أهلاً ومسهلاً ولكن على الأقل بنمشي بما يمكن أن نسميه ما يمكن أن يقبله الجميع